عاد الرئيس هادي إلى عدن وقيل أنذاك بأن خلاف الشرعية والإمارات ربما انتهى بزيارة الرئيس هادي إلى أبو ظبي قبل عودته إلى عدن لكن ذلك القول لم يكن الصواب عينه أو هذا ما تشي به تطورات الأحداث مؤخرا فبعد عودة الرئيس وبقائه لأيام عادت أذرع الإمارات للنشاط مجددا ضد الشرعية بدءا بمقابلة لرئيس الوزراء السابق المحسوب على الإمارات التي خصصها لمهاجمة الشرعية والحكومة ثم جاء الدور على رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الذي اتهم الحكومة بالفشل مهددا بإسقاطها في الوقت المناسب حد قوله مهاجمة الأذرع الإماراتية لم يتوقف بل تعدها إلى الأحزمة الأمنية التي منعت دخول النازحين من المحافظات الشمالية إلى عدن والمحافظات المحررة في الجنوب وعلى ما يبدو فإن الهدف من وراء أمر المنع هو إحراج الرئيس هادي والحكومة وإظهارهما عاجزين حتى عن مساعدة النازحين هذه الإجراءات ترتبت على ما قيل إنه امتناع مغادرة الرئيس هادي للعاصمة المؤقتة بعد أن كان الاتفاق هو عودة محددة فهل وصل الحد بالإمارات إلى تحديد مدة بقاء الرئيس هادي في عاصمته الأمر ليس مستبعدا فقد سبق وأن منعته من القدوم إليها الهجمات على الشرعية أخرجت وزير النقل صالح الجبواني إلى التصريح بأن مطار عدن خارج عن سيطرة الحكومة الشرعية وخاضع للقوات الإماراتية أو التي تعمل لحسابها هذا التصريح ربما يكون له ارتباط بأخبار مغادرة الرئيس عدن للقاء المبعوث الأمم في الرياض ذكى في تفصيل معين لكن في المجمل فالواضح أن الخلافة بين الشرعية والإمارات لم ينتهي وأن الهدنة هي من أنتهت والأيام القادمة كفيلة بالكشف عن أبعاد أخرى للنفوذ الإمارات في اليمن ترجمة نانسي قنقر